حظيت الشابة الفلسطينية سومة عبد الرحمن من قطاع غزة بتصريح من الإسرائيليين مكنها من الالتحاق ببرنامج تدريبي لكرة القدم في الضفة الغربية بإشراف مؤسسة ريال مدريد التدريبية وبدت سومة سعيدة وهي تقوم بتدريب أطفال على لعبة كرة القدم في معهد تابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في مخيم قلنديا المحاذي لمدينة القدس عامة زي ما حكيت مع حضرتك قبل شوي عنا مجتمع عامة مغلق البنة ملهاش في كرة القدم كتير في وجود المؤسسة ريال مدريد والبرنامج هذا البنة طبعا مبسوطين وفرغوا طاقات وفي بنات أفضل من الأول وأفضل كإنتاج في التدريب وتشرف مؤسسة ريال مدريد على برنامج تدريبي لأساتذة الرياضة في مدارس الأنروا وأوفدت هذه المؤسسة مدربا شابا لتعليم أساتذة الرياضة على كيفية التعامل مع الأطفال إن مؤسسة ريال مدريد بالتعاون مع الأنروا يحاولان إنشاء مدرسة اجتماعية لإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال لتعزيز قدراتهم فنحن اليوم بحاجة إلى الرياضة للهروب من الواقع وتحظى لعبة كرة القدم باهتمام كبير من الفلسطينيين ويبدون اهتماما بالدور الإسباني ويسود انقسام بين المشجعين مثل ما يجري في باقي العالم بين أتباع برشلونة ومناصري ريال مدريد ترجمة نانسي قنقر